السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أرحب بكم في درس جديد يخص العبارات والجمل المستعملة بشكل يومي قبل ذلك أدعوكم للانضمام إلينا إن كانت هذه أول مرة تشاهدون قناتنا وضغط زر الجرس للتواصلي بكل جديد فلنمر الآن لأول عبارة معنا إن أردت أن تقول يدعي أنه لا يعرف أين يبحث أو يزعم أنه لا يعرف أين يبحث بالفرانسية سوف نقول نعم بالضبط الجملة تحتوي على فعلين مصرفين وفعل آخر غير مصرف لدينا الفعل يزعم أو يدعي جاء مصرف للحاضر ثم فعل يعرف مصرف للحاضر أيضا وأخيرا لدينا أيضا الفعل يبحث الذي جاء في سيغته الأصلية وغير مصرف قبل المرور للعبارة التالية أود أن أفتح قوسا لتوضيح استعمال الكلمة أو أو والتي يجد الكثير صعوبة في تحديد المعنى والكلمة المناسبة بما أنه هناك كلمة تنطق بنفس الطريقة أو الاختلاف الوحيد هو لكسون لكسون الحركة التي توضع على حرف إذن لدينا أو أفك أكسون أو صنزاكسون أو بالحركة فوق أو بدون تلك الحركة فوق حرف أو فبالنسبة لأو صنزاكسون بدون الحركة صنزاكسون فيمكنكم تعوضها بأو بيان وترجمتها بالعربية تعني أو أو هنا مثال توضيحي posez-le sur la table أو la chaise ضعه على الطاولة أو الكرسي هنا استخدمنا أو بدون الحركة فوق أو صنزاكسون أما بالنسبة لأو أفك الأكسون فهو يعبر عن المكان في كثير من الأحيان يمكننا أن نترجمه بأين هنا مثال أو ألي أو ألي أو ألي أين تذهبون؟ طيب سننتقل للعبارة التالية يوجهون أصابع الاتهام إليك كيف نعبر عنها بالفرنسية؟ Oui, très bien Il vous montre du droit Il vous montre du droit Il vous montre du droit هنا استخدمنا الفعل montrer يشير وجاء مصرفا للحاضر إلي conjugué au présent de l'indicatif يمكنكم الحصول على معنى مشابه باستعمال الفعل أكوزي أكوزي يتهمو أكوزي فنقول Il vous accuse Il vous accuse يتهمونك هنا جملة أخرى لا تسقط في الفخ أو لا تقع في الفخ بالفرنسية سوف نقول بالضبط Ne tombez pas dans le panneau Ne tombez pas dans le panneau Ne tombez pas dans le panneau استخدمنا هنا فعل tombe يقعو أو يسقطو جاء مصرف للأمر المضارع le présent de l'impératif عبارة أخرى يستهدفو كيبار السين كيف نعبير عنها بالفرنسية Oui Exactement Il cible les personnes âgées Il cible les personnes âgées Il cible les personnes âgées هنا لدينا فعل سيبلي سيبلي يستهدفو جاء مصرف للحاضر le présent de l'indicatif عبارة أخرى لا تنسى التحقق من الأسعار على الإنترنت لا تنسى التحقق من الأسعار على الإنترنت كيف نعبير عن هذه الجملة بالفرنسية نعم صحيح نبلي نبلي pas de vérifier les لا تنسى التحقق هنا استخدمنا فعل être 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 يكون وهو مصرف للحاضر إذا أردتم استعمال الجملة دون النفي فيمكنكم حذف حروف النفي وهنا نقول c'est c'est suffisant c'est suffisant هذا كافي c'est suffisant طيب ماذا عن هذه العبارة هيا انهض بالفرنسية سوف نقول في هذه الجملة استخدمنا الفعل والذي معناه الأصلي هو جاء هنا بمعنى انهض وهو مصرف للأمر le présent de l'imperatif وهنا تذكير سريع بكيفية تصري في هذا الفعل للأمر وهو فعل من المجموعة الثالثة donc le verbe aller au présent de l'imperatif va yذهb allons فلنذهب aller yذهب donc va allons aller ننتقل للجملة الموالية آسف على المقاطعة بالفرنسية سوف نقول oui très bien désolé pour l'interruption désolé pour l'interruption désolé pour l'interruption هنا نكون قد وصلنا لنهاية درس اليوم إن استفدتم منه فضلا وليس أمرا اضغطوا على زر الإعجاب وشاركوا الفيديو مع المهتمين دمتم بألف خير وإلى فيديو قادم مفيد بكل تأكيد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة